يقول الحسن البصري مررت في سوق الحدادين ببغداد فوقع بصري على حداد يمد يده ويمسك الحديد الأحمر الذائب دون أن يشعر بحرارته ويضعه على السندان ويطرقه بالمطرقة ويخرجه بأي شكل شاء فتقدمت إليه وسلمت عليه وسألته ألا تؤذيك نار الحديد المذاب؟ قال لا ولذلك قصة فقد مرت علينا هنا أيام من القحط والجوع أما أنا فكنت قد خزنت كل شيء وجاءتني ذات يوم سيدة حسناء وقالت يا رجل إن لي أيتاما صغارا يموتون جوعا وهم بحاجة إلى قليل من الطعام فهبني شيئا من القمح لإنقاذ حياة أبنائي ولأنني فتنت بجمالها من خلال نظرة واحدة قلت لها سأعطيك ما تريدين بشرط أن أقضي منك حاجتي فغضبت لهذا الكلام وأعرضت عني وذهبت وفي اليوم التالي عادت إلي باكية وكررت ما طلبته في اليوم الأول فأعدت عليها ما كنت قد طلبته منها فعادت صفر اليدين وجاءتني في اليوم الثالث وهي غاية الأسى وقالت إن أطفالي على وشك الموت فأرجو أن تنقذهم فكررت عليها طلبي ولأن الجوع أنهكها فلم تعد لها قدرة على المقاومة وحين اقتربت مني أكثرت من البكاء وقالت إنني لم أرتكب هذا العمل الحرام قط ولكني مضطرة الآن لتلبية طلبك لأنني وأطفالي ما ذقنا الطعام منذ ثلاثة أيام ولكن لي عليك شرط أن تأخذني إلى مكان لا يرانا فيه أحد يقول الحداد فوافقت على طلبها وأخليت لها الدار وعندما دنوت منها اضطربت وقالت ألم تعاهدني على أن تأخذني لمكان لا يرانا فيه أحد فقلت نعم أليس هذا المكان خاليا قالت وكيف هو خال وفيه خمسة يشهدوننا وهم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والملكان الموكلان بك والملكان الموكلان بي هؤلاء كلهم حاضرون ويشاهدون عملنا استحمل ربك يا رجل واصرف شهوتك عني يصرف الله عنك حر النار فتنبهت من كلامها وفكرت مع نفسي وقلت إن هذه السيدة مع ما بها من جوع وضيق تخاف ربها إلى هذه الدرجة وأنا لا أخشاه مع كل هذه النعم التي من بها علي فتبت إلى ربي من ساعتي تلك وتركت المرأة وأعطيتها ما أرادت وزيادة وأذنت لها بالانصراف فلما رأت هذا الموقف مني رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم كما صرف هذا الرجل عني شهوته اصرف عنه حر النار في الدنيا والآخرة ومنذ تلك اللحظة التي دعت لي المرأة فيها بهذا الدعاء وأنا أتق الله وصرت لا أشعر بحر النار يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يقول مالك بن دينار كان بالجهة التي أسكن بها شاب ثري وكان بيته الذي ورثه عن والده مأوا لأهل الهوى والله من عشاق المغنيات والخمور وما إلى ذلك مما يغضب الله عز وجل فشق ذلك على الجيران وذات ليلة جاءني بعض الجيران وشرحوا لي أنهم محرومون من قيام الليل وصلاة الفجر مع الجماعة بسبب هذا الشاب وطلبوا مني التدخل وإلا غادروا المدينة فأخبرت هذا الشاب عن شكاية الجيران فقال لي لا حق لجيراني في اللوم ما دمت أفعل ذلك داخل بيتي فقلت له إني أخشى أن يشكوك لله ناصر الضعفاء والمظلومين فقال الشاب فليفعلوا فإن الله عفو غفور رحيم خبير فتركته وانصرفت وأنا مهموم وفي ليلتي رأيت قبيل الفجر رؤيا وسمعتك أن رب العزة يحدثني قائلا يا مالك دع عنك من عرف أن له ربا عفوا غفورا رحيما خبيرا فاستيقظت من نومي مسبحا مستغفرا وقمت من فوري وخرجت متوجها إلى بيت الشاب وناديته فخرج وسألني ألك حاجة؟ فقلت نعم جئت إليك معتذرة ثم أخبرته برؤيهي ولما علم أن الله تعالى قال لي دع عنك من عرف أن له ربا عفوا غفورا دمعت عينها وتغير لون وجهه ثم قال أو قال ربي ذلك امدد يدك فمددتها فعاهد الله أمامي أن لا يعصيه ما دام فيه عقل وروح ففرحت لذلك وطلبت منه أن يذهب معي إلى المسجد لصلاة الفجر فأجاب وخرج معي فعلمته الطهارة والصلاة فصلى معنا صلاة الفجر ثم انصرف وفي اليوم الثاني وجدته في المسجد قبل صلاة الفجر يصلي صلاة ما أحسنها وما أتمها ومنذ ذلك اليوم لم يرى الشاب إلا مطيعا عابدا وقد ابتعد عن أصدقاء السوء والرذيلة فحسنت أحواله واستقام أمره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كان أبو محمد ينزل من سيارة خروفا قد اشتراه فانفلت الخروف وهرب فأخذ يطارده حتى دخل الخروف بيت أيتام فقراء وكانت أم الأيتام تنتظر كل يوم عند الباب من يترك لها طعاما وصدقة أمام الباب فتأخذها وقد اعتاد الجيران فعل ذلك معها فلما دخل الخروف الباب خرجت أم الأيتام فنظرت فإذا جارهم أبو محمد عند الباب وهو مجهد ومتعب فقالت له وهي تظن أنه متصدق بهذا الخروف جعلها الله صدقة واصلة يا أبو محمد وجزاك الله كل الخير فما كان من الرجل إلا أن قال اللهم تقبل وسامحين يا أختا عن التقصير معكم ثم التفت أبو محمد تجاه القبلة وقال اللهم تقبله مني دخل أبو محمد على أسرته بدون الخروف الذي كان الجميع ينتظرونه بفرحة وشوق كبيرين ولكن أحدا لم يتحدث خاصة بعدما دخل أبو محمد لينام وفي اليوم التالي خرج أبو محمد لصلاة الفجر وبعد الصلاة ذهب ليشتري خروفا جديدا فرأى سيارة محملة بالخراف واقفة فاشترى من صاحبها خروفا أسمن من خروف البارحة سأل أبو محمد البائع عن ثمن الخروف فقال له خذ الخروف ولن نختلف حمل أبو محمد الخروف السميل للسيارة ثم عاد للبائع الذي ابتسم وقال له هذا الخروف دون ثمن دهش أبو محمد وسأل البائع عن سبب ذلك فقال له السبب أن الله رزقني هذه السنة بميلاد كثير من الغنم فقلت نذر علي إذا كثرت الغنم أن أعطي أول مشتر مني خروفا هدية وكنت أنت أول من اشترى فهذا نصيبك ابتسب أمو محمد فريحا وقال الصدقة وما أدراك ما الصدقة تصدقوا فليس للكفن جيوب ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم